مباراة ابتدت خلاص الساعة الخامسة دي مباريات الدولي المصري طيب عندي موضوع مهم جدا عايزين نتكلم فيه وبتحديد لما تفرجنا مبارح على مباراة ليفر بول ويلفر هامتون او اللي تفرج عليها يعني شوفناها بعد الحلقة مباشرة وكيفية استخدام تقنية الفار وده امر مهم قوي ليه بقى احنا نتكلم في الجزئية دي لان احنا طبعا زي ما سمعين اخبار كتير جدا من مسؤولين في اتحاد المصري لكورت قدم فيما يتعلق بتطبيق هذه التقنية بداية من الدوري التاني احنا مش عارفين طبعا الدوري التاني هيبتدي امتى بصراحة يا محدش يعرف هنشوف هيبتدي امتى الدوري التاني لكن في كل الاحوال التجهيزات اللي بتبقى قبل تطبيق هذه التقنية خصوصا بعد مباراة ليفر بول ويلفر هامتون والهدف اللي تلغى ليه ويلفر هامتون وتقريبا لو معنا الصورة يا جماعة نعرضها الهدف تلغى فرق سنتي تقريبا رجل لعب ويلفر هامتون كانت سابقة مدافع ليفر بول بحاجة يعني ايه؟ يعني حاجة ما تاخدش بالك منه خالص يعني حتى البعض انتقد قالك ليه؟ ازاي؟ الفر ده مؤثر على الكورة ومش عارفين نتمتع بالكورة وكلام من ده رغم البعض الاخر بيشيد جدا بتقنية الفر وانه هي بتبقى بنسبة كبيرة عادلة يعني لكن في كل الاحوال انا عايز الصورة اللي هي كان فيها حالة التسلل يعني ففي كل الاحوال الناس دي اهي الصورة دي بصوا تقريبا صباعه كبير او صباعه صغير كمان في رجله شمال لعب ويلفر هامتون سيبك من ايده لان ايده ما تتحسبش مش بيجيب بها هدف لكن واضح ان صباعه رجله صغير هو اللي كان سابق لعب ليفر بول بالتالي بناء على كده تم الغاء الهدف اللي احرازه فريق ويلفر هامتون فالمقصود يعني من القصة دي الناس دي في انجلترا تضربوا على تطبيق التكنية قبل تطبيقها بـ 18 شهر احنا هنا بنقول حنطبق التكنية في الدور التانية وبالمناسبة احنا طبعا كل الناس مسرر هنا في مصر لازم التكنية دي تطبق ولو ينفع تطبق النهار ده قبل بكرة حيبقى شيء مهم قوي يعني شيء يبقى جيد جدا لكن في كل الاحوال حنلاقي ازمات اخرى بعد ما نطبق تكنية الفر ولا لا طب نتجنب الازمات دي ازاي ان احنا نتمرن بدري احنا عندنا مشكلة في موضوع الفر ده ونطالب بيبقى لنا كتير الناس كلها بطالب بيبقى لها كتير لكن ما فيش اي قطوات اتخذت في التدريب بالنسبة لحكامنا المصرية عندنا جهات جلشة تقريبا بس هو اللي يقدر يستخدم الفر يعني هو اللي عارف التكنية دي تستخدم ازاي يعني في مصر لكن ليه ما منعملش دورات تدريبية مثلا عندنا الدور الاسباني دور انجليزي عندنا الدور السعودي كمان في فر نبعد نبتدي ندرب الناس عشان ما يجيوا استخدموا التكنية دي بداية من دور تاني زي ما يقال ينجحوا في استخدامها ما لايش ازامات اخرى احنا عايزين نجيب الفر عشان نتجنب الازامات اصلا لكن مثل هذه الحالات يعني حالة مبارح ليفر بول ويلفر هامتون لو حصلت في الدور المصر سيبقى في لغة كبيرة جدا وازمان كتير جدا وانتوا عارفين الكلام هنا في مصر يعني من بعض المسؤولين فبالتالي احنا عايزين نتجنب الجزئية دي لان احنا كمان عندنا بالمناسبة عندنا حكام لسا نشعفين يستخدموا السماعة انتم متخيلين يعني هنم متأخرين جدا عن مستوى التحكيم في مصر فلازم يكون في خطوات سريعة وبالمناسبة كمان انا بقى لي مثلا 3-4 حلقات بقى ارى ايه بشوف يقولك خبر ان الاتحاد الكورة مستني موافقات الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة عشان يعملوا مزايدة على استخدام متقنية من نسبة الشركات الرغبة يعني في تطبيق التكنية في مصر ولغاية دلوقتي لما فيه موافقات من وزارة الشباب والرياضة ولا من الجهات المعنية فأرجوك يا جماعة يا جهات معنية يا وزارة الشباب والرياضة هاتوا الموافقات عايزين نلحق لو هنستخدم التكنية دي بقى في الدور التاني وقبل الموافقات دي اللي ان شاء الله بإذن الله حتيجي يكون فيه تدريب للحكام على كافية استخدام هذه التكنية ده امر مهم جدا وخصوصا ازاي بقول الحرارة وأكيد حراركو بتلحظو خلال المباريات في بطولة الدوري إن عندنا الصفارة كتير شوية صح؟ يعني كل المباريات كده تيجي تتفرج وتتابع بطولة الدوري يعني بحبة تتابع الدوري المصري يعني تلاقي الحكم بيصفر كتير قوي أسباب الصفارة كتير ليه يعني رغم إنه ممكن تدي إتاحة فرصة وفي حاجات كتير جدا ممكن متصفرش عليها لكن الوضح كده إن الصفارة الكتير دي بيبقى بسبب العامل البدني الضعيف عند الحكام في مصر إحنا زي ما عايزين نجيب تكنية الفار إحنا بس بنفكر الناس بالموضوع زي ما عايزين نجيب تكنية الفار لازم نشتغل على تطوير الحكام في مصر الحكام بدنيا واضح إنهم بيعانوا بدليل الصفارة الكتير اللي ساعة ما بيبقاش لها لازمة فبتعطل من رتم المباراة بتأثر على المتعة الخاصة بكرة القدم في مصر يعني فلازم نشتغل برضو على جانب البدني بالنسبة للحكام بالإضافة لتكنية الفار إن شاء الله تطبك بعد ما نحصل أو الاتحاد يحصل على الموافقات الأمنية من جهات المعنية وأيضا من اتحاد أو عفوا من وزارة الشباب الرياضة لأن ده عمر رح يكون غاية في الأهمية ويعني موضوع حابنا نفكر الناس بيه لأن ده أمر مهم ونتمنى إنه ينجح لما تطبك تكنية الفار الأهم إن هي تنجح مش الأهم إن هي تطبك في مصر خلينا نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهار دا أخبار الأهلي في الصحف النهار دا